عاماني من رامض كانت المعارك مشتعلة في هذه الشوارع وكان السير فيها نادرا ومميتا أما هؤلاء فقد كانوا نازحين في مدن وقرى بعيدة عن مواطنهم أو مقاتلين في جبهات مختلفة وحين بدأت مدينة لحج تستقر عثر العائدون على طريقة لإحياء الذكرى الثانية للتحرير من ميليشيا الحوثي وقوات المغلوع صالح خرج الأهالي بتنظيم من السلطة المحلية ومنظمات مجتمع مدني لتنظيف الشوارع وتلوين الأجزاء التي فقدت رونقها ورغم مرور وقت كاف منذ التحرير إلا أن أثر الحرب ما يزال قائما فقد كانت المعركة أطول من أن تمحى سريعا ومقابل كل هذه الجهود المبذولة للهروب من الموت وتجاوز المرحلة المرة إلا أن القذائف لم تسكت عند أطراف المدينة وكل يوم تقدم مناطق كالمقاطرة وما جاورها وكرش ومحيطها ضحايا جدد ثمنا للدفاع ومنع تقدم الميليشيات الحريصة على إبقاء قدمها على مسافة من المكان أو أن توقف هذه المشاهد التي تكرهها ويحبها ساكنوا لحج ترجمة نانسي قنقر